الخبر اللي عادنا عن نورستار والحقد اللي سويته وحذفها الاخر غنية لزلتها ببعا من نزل الكليب تقريبا من نص ساعة للاسف انحذف الكليب وضع كل التعب اللي سويته كو من المونتاج او سواء من السهر ليالي صراحة مرحق وشي غير الحمدلله على كل شيء ولكن واضحة كمية الحقد محاوتهم القطع الأرزاق قامت متعفل من نورستار باستامة خصاصة لتتني سترايكين وحاليا تحذف لي فيديو تتني سترايكين هم اللي ردوا عليها وتجمعوا على علاقة مقطع وكل كومتاة تنقلضات بالانجليزي صراحة الحب أشكركم على هذا الشيء اللي قاعد يسوئ لي يا حبايب ففعليا يا حبايب أنت الوحيدين بالسوشال ميديا اللي قاعد يتوقفون بظهري وتساعدوني لما نصير مصائب والله يسامحهم الخبر الثاني اللي عادنا على المفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عادنا هو ريدر فالريدر ننزل على القناته باليوتيوب وهذا البوس اللي كانت بيه أنه مبارحة كله منايم تغلى من الساعة بالعشرة اشكي 150 للكليب يحزو اليوم الساعة بالأربعة اللي عادنا متوقع أنه حيكون ديستراك على ياسو فريدر ننزل على سبب اللي انستغرام شيتستوريات كان بيه اللي برومو واللكليب شوفوه أبرا اليوتيوبر الثاني اللي عادة فيي ناري بيوتيوب النار ننزل على سبب اللي انستغرام شيتستوريات تنقل بيه أنه قاعد يصور فيديو ويحزروه شن هو الفيديو واللي كانت بيه من داخل هذا المكان طبعا المتابعي صاروا يفضحوها اللي هي بهذا السوري كانت لابسة ملابس نوعا مع شفافها وكانت ظاهر يكل جسمها فطبع صاروا يتهجمون عليها بسبب هذا الشي اللي هم المتابعين نورستار وبيسان اسماعيل اللي عدتهم مشكلوين نارين بيوتي في هذه الصورة حبايب قدامكم وكيوبونا بيكوميدات هل تتعقد تهجم اللي تعرضت له؟ او لا؟ الخبر الثالث اللي عادنا عاد تهجم المتابعين على ياسو او كيف صارت؟ انت كتبت الكلمات؟ لا لا حدا كتب لي الكلمات وفدت فيها حبيتيها يعني انا الغنية بتمثلني لان انا شرحت عن شو بدي الغنية وبعدها نكتب الكلمات فطبع صاروا يتهجمون عليها ان ريدر هو اللي كاتب لي الكلمات لش ما قالت اسم ريدر؟ قالت هو فريدر نزعى على سبب الانستجرام هذا الستوري شا كاتب بيه حبايبي كليت متحمس شوفوني كليب باجرنا لهذا اول انجاز اليه قابل شي تكتب اغانو يسوي انجازات لهو هاي يوتيوبا ولكن هم يذكرون حتى اسمي وينسبون هذا انجاز الهم طبعهم الوضع حين كان يقصدوا ياسو بكلامه خاصة نقر هذي الكلام تقريبين بعد مبثل مباشر بنصف ساعة فاكتبوني احباب بالكومنتات شارعكم بريند ريدر فاكتبوني اللي سويتها ياسو هو عيب ونفقهم هو كتب الكلمات وتعب حتى ما ذكرت اسمه الخبر الرابع اللي عادنا عن دايلر وزواجه دايلر نزع لها سبق بالانستجرام هذا البوست اللي كان كاتب بي ولو سبب وجودك يا احمد ربي كل يوم وبعد نزع هذي الستوري اللي كان لابس به الخاتم وكاتب الله يتمم على خير هالمره من جد والف مبروك دايلر فان شاء الله الف مبروك على الزواج اذا كان موضوع حقيقي واذا كان موضوع محقيقي يبنوا يا حباب بالكومنتات شنو تقومون الموضوع ولو تنزيل حباب بالانتبار كله بالكومنتات على الزواج الخبر الخامس اللي عادنا عن نور مار والاغنية جديدة اللي يريد يسويها النور مار نزع لها سبق بالانستجرام هذا الاستوري اعلى من خلاله انه قاعد يجهز الاغنية جديدة راح تنزلها بالايام الجاية طبعا بعد اغنية اللي هي حطات كبرازي جابت تقريبا 70 مليون فاكتبونيها حباب بالكومنتاتج قائدتهم تحمسين لاغنية نور مار جديدة الخبر السادس اللي عادنا عن جاد افراب وفضيحة النورستار فجاد نزع هذا المقطع على قناته باليوتيوب وبهذا المقطع فضاء بين نورستار راح تقوم رابط المقطع بالوصف فروح تشوفوا المقطع وروح الحقيقة بالكامل بعد ان تكتبونا بالكومنتاتج شاركو بالمقطع اللي شفتو وشاركو بالفضيحة اللي شفتوها وبسطول نصف المقطعات من المقطع جابكم لسحطوا لايك سركم بقناة شاركو فيزين حبايب خلونا نوصل عدد لايكات شبير على مود نصف المقاطع شوي تصاب مشاهدة اكثر فبس حطوا لايكات اشتركوا في القناة مع السلام